كابت سمير فريرا قال ان مباراة البنك الاهلي كانت صعبة وانها بعد مباراة الاهلي خاصة انها بعد مارش الاهلي وطبعا اللعبة بازل فيها مجود كبير وخسر بسببها عدد كبير او عدد من اللاعبين لعبنا مباراة جيدة خاصة في شوت تاني كما ان زمالك كان الافضل في شوت الاول وكان انقصه الشراسة الهجوم ولكن ركلة الجزاء التي احتسبت للبنك الاهلي كانت خارج التوقعات كان من الممكن ان نحرز اكثر من هدفين او سلسة اهداف خط الدفاع كان ضمن مجموع من اللاعبين الشباب وقدموا مباراة جيدة والتاجيرات رجحت كفتنا كما ان المباراة كانت صعبة بالفعل كانت هناك نية لدى الجهاز الفني من البداية اللي استعانى بالناشئين منذ ثلاث شهور خاصة وان القائمة محدودة وهناك مشكل في القيد وكان من المهم مع الوقت ان يتم الاعتماد على الناشئين هو بتكلم ووكوا منطقي جدا يعني فريره طبعا وقيعي وبيتكلم على حسب الامتنات الي عنده وبيعرف يستغلها بداية من المباراة الاهلي تغييراته حاسمة خصوصا شوت تانى فريره شوت تانى افضل من شوت الabil ده كده بقى له فترة على كده بيعرف يرجع للمباراة تانى وبيعرف يسجل وبيعرف يوظف وبيعرف يقرى الماتش وبيعرف يغير فالنهاردة عمل كربوم ماتش الاهلي نزل سيف جعفر ونزل يوسف وسامة نبيه واستغل اللعبة الشباب اللي عنده او اللعبة اللي مساعدنا من قطاع نشير نادزة مالك ودي حاجة ايجابية اللي احنا كنا نتكلم عليها من شوية دي اضافة للفريق الاول لكن هو استغلها واللعبة استغلت الفرصة خلي بالك هنا في ربط ان انا بدي اللعيب ويجيد ان هو يبقى كويس ويتققلم مع طريقة لعبي ويبقى يعني لعيب للمستقبل هو ركز على النقط دي فالنهاردة انا بحييه الحقيقة ان هو رجع للمباراة تاني كان خسران وتعادل وبعدين بالضبط وضربة الجزاء فيها شك كبير نهامة ممكن تكون من برة لكن عطلته شوية لكن الشوط التاني انا من وجهة نظر ان هو ابتدى يتعامل مع المباراة على قده ادر ان هو يوصل اللي هو عايزه وخد اللي هو عايزه اهم حاجة تلات نقاط لكن يعني خالد جلال ساعده في ايه خالد جلال لما لعب كريم بامبو واسحاق يعقوب ومحمد هلال وناصر منس الشوط الاول كان عنده بيشكل خطورة على دفاعات نادي الزمالك بالرباع الهجومي ده لما ابتدى يطلعهم الشوط التاني نادي الزمالك ابتدى يبقى افضل منه وابتدى يتعادل ويكسب فدي ساعدت فريرا الشوط التاني ان هو ياخد منه المباراة لكن خالد جلال ساعد فريرا ان هو يكسب المباراة لكن عايز اقولك فريرا النهاردة كان زكي جدا في قرية المباراة خصوصا الشوط التاني وعايز حاجة يوصل الله وصل الله هم التلات نقاط فدي كانت مهمة جدا